الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي عنوان هذا المؤتمر الذي عقد بمقر الجامعة العربية وسط مشاركة كبيرة وكان في مقدمة توصياته تفعيل هذه الآليات عربيا حفاظا على الأمن القومي العربي ومنعا لأي تدخلات خارجية إذا أوجدت إليات وطنية وإليات عربية لحقوق الإنسان هنا سوف تقطع المسار على الجهات الدولية عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية لذلك كان المؤتمر هنا يدعو إلى تفعيل الآليات العربية وخاصة فيما يخص المحكمة العربية لحقوق الإنسان تكتل اليوم الذي حصل واجتماع منظمات المجتمع المدني والآليات المبثقة من الجامعة العربية هذه أكبر خطوة وأهم خطوة ممكن من خلالها مواجهة أي محاولة للتصيد ومحاولة الإساءة للوطن العربي المشاركة السعودية في المؤتمر جاءت قوية وكان لممثل المملكة بالمؤتمر مداخلة في الجلسة الافتتاحية كانت لنا مداخلة في الجلسة الافتتاحية للندوة تم التركيز فيها على أن المملكة العربية السعودية صادقت على محكمة حقوق الإنسان العربية ودورها الفاعل إن شاء الله والمؤثر في مستقبل حقوق الإنسان في العالم العربي نحن في أمس الحاجة إلى وجود منظمات حقوق إنسان عربية فاعلة واهتم المؤتمر بقضايا حقوق الإنسان في فلسطين وسوريا في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهكات من الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرض له الشعب السوري من وضع إنساني متدهور وتزايد أعداد اللاجئين التجربة أثبتت أن ترصيخ وتفعيل مبادئ حقوق الإنسان يؤسس الحفاظ على أمن الأوطان واستقرارها وهو ما أكد عليه هذا المؤتمر بالجامعة العربية أصم عبد المقصود الإخبارية القاهرة